ارتقاء المناضل الأنيق إلى جوال ربه في جنات الخلد إن شاء الله ما دلالات اسم هذا المناضل حمزة هشام عامر المناضل الأنيق دلالات الاسم ودلالات الفعل ودلالات الحدث هذا من اتحدث عنه من شئة الله فإن لله وإن إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد نشرت بعض المواقع التواصل وبعض الصفحات الموثوق فيها خبر ارتقاء واستشهاد المناضل الأنيق ولأول مرة يذكر الاسم حمزة هشام عامر من خان يونس بغزة الحقيقة يعني الإنسان كلما قرأ أخبار هؤلاء الشباب لا يجد ما يكافؤون به من ربهم سبحانه وتعالى إلا النصر لأهلهم والشهادة هذه أعظم جائزة وما من إنسان يسير في هذا الطريق إلا وينتظر هذه الجائزة الكبرى من ربه جائزة أن يدخل الجنة والجنة هي طريق يبدأ بهذا العمل وينتهي به سواء عاش منتصرا أم عاش صابرا أم ارتقى إلى جوال ربه كل إنسان يسعى في هذا الطريق يعلم النهاية الحتمية لهذا الطريق هذا المناضر للأنيق أعطانا دروسا مهمة أن هذه الحرب إذا كانت لم تفرق في ضحاياها بين الفقير والغني بين رث الثياب وبين الأنيق في ثيابه فلم تفرق كذلك في من دافع عن هذه الأرض وعن شرف الأمة كلها ما بين الغني والفقير الجوع يضرب الناس في غزة ويموتون جوعا يسري ذلك على الفقير والغني لأن ليس الجوع هنا عن فقر بل الجوع عن حصار وتجويع وقتل بالجوع عمد وهذا يسري على الغني والفقير من معه ثمن الطعام ومن ليس معه فكما أن الموت صار على الجميع كان أيضا نضال مكتوبا على الجميع رسالة واضحة عدوك لا يفرق بين الفيرغ بين غني وفقير فكذلك لا بد أن تكون مقاومة وكاله تجمع كل شرائح المجتمع الدلالة الأخرى المهمة في دلالة الإسم لما نقرأ الإسم ونتأمل فيه إسما إسما حمزة هشام عامر لكل مرئ من اسمه نصيب كما تقول العرب ويقول السلف فهو حمزة وأخذ بقصة وافر من الحمزة الإسم له دلالة وله أثر على الإنسان وهذا ما رأيناه في هذا الشخص رحمه الله وتقبله في الصالحين صار على ضرب الحمزة وأكيد أن الأب سما حمزة تيمنا بالحمزة وحبا في الحمزة وأملا في أن يقتفي آثار الحمزة وربح البيع يا أبا حمزة فعلا صار على ضرب الحمزة وانتهى به إلى هذا الضرب الحمزة لما نلاحظ رضي الله عنه يوم استشهادي في أحد كان فخم الثياب الحمزة كان مقاتلا محاربا ذكيا قويا جريئا محبوبا يلفط الأنظار إليه الجميع يترقب وجوده ويترقب قدومه في يوم ضربه لأبي جهل الحمزة وقل ينتظر الحمزة ولذلك أبدع أبدع مصطفى العقاد مخرج فيلم الرسالة في تصوير الحمزة رضي الله وحتى أنتوني كوين الأجنبي الأمريكي صور بما انقضح في ذهنه عن الحمزة وعن صورة الحمزة رضي الله عنه وكيف كان يلبس ثيابا أنيقة وكان متأنقا في نفسه ولا تكون الأناقة على حساب الخبرة والمهارة لا ومع ذلك الخبرة والمهارة والشجاعة لم يمنع ذلك أن يكون أحد شهداء الإسلام فنال من اسم الحمزة نصيبا ونصيبا كبيرا ربنا يجعله يعني مرافق للحمزة في الجنان إن شاء الله وإخوانه من المناضلين والذين لقوا ربهم الإسم الأب هشام وهشام في اللغة السيف والجدة والأسرة عامر يعني هذه الأسرة لا أذكر لا أعلم لا الأب ولا أعلم الإبن ولا أعلم الجد نحن نتحدث عن معاني وقيم مجرد من أشخاص لا تربطن بهم لا مصلحة ولا منفعة ولا مضرة يعني لا يملكون ضر ولا نفع لي ولا لغيري إلا أنهم رفعوا العار عن الأمة جميعها وشرفوا الأمة كلها فالإنسان له من اسمه نصيب بعض الناس قد يسمى بعامر هو يخرب كما سمى أن مصر مع أبو عامر الرايب سمى أبو عامر الفاسق لأنه لم يحمل من الإسم لكن هذا الشخص وآله وأجداد وضعوا إسما وحملوه بمعانيه نسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك منهم فهذا أيضا دلالة الإسم الإسم يلقي على صاحبه بمعاني من الرجولة والنخوة والكرامة الناس كانت تنظر إلى هذا الشخص نظرة الإعجاب نظرة الانبهار ودلالة أيضا مهمة على قبول عمل هذا الرجل الشاب أنه لم يبحث عن اسمه ولكن ارتقى إلى ربه ولم يعرف الناس اسمه إلا بعد وفاته خلاصة الأمر في مثل هذه المواقف ارتقاء حمزة هشام عامر إلى ربه المناضر الأنيق له دلالات مهمة من أهمها دلالة الإسم الإسم ينطبع على الإنسان إن كان من بذرة الخير فينال حمزة من الحمزة والحمزة كان أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استشهد الحمزة رضي الله عنه كان أول مولود بعد استشهاده قال سموه الحمزة وفاء له وهذا أيضا رجاء من أهل غزة ومن المسلمين من يرزق بابن إكراما لهذا الإسم يسمى حبا لا نأمر إنما نطلب بالعشم والود دلالة الأسرة الإسم دلالة الحدث أن الحدث الذي عاشه الناس عاشوا الموت جميعا وناضلوا جميعا الفقير والغني الأناقة للمناضل مطلوبة والرث مطلوب رب أشعث أغبر ربق صمع الله إلى أبر ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدحدح وأبو دجانة وهو يتبختر فقال إن هذه صلى الله عليه وسلم مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع موضع القتال والحرب ودلالة الأفعال ثم القرب من شهر رمضان كل هذه علامات تدل على القبول من الله وعدم معرفة الإسم خفاء الإسم والشكل والصورة هذه أكبر دلالة على قبول الله عز وجل فيما نرجو على قبول هؤلاء الناس لم يطلبوا الشهرة لم يطلبوا أن يعرفوا لم يطلبوا أن يدونوا في شيء إنما عرفناهم بعد ارتقائهم إلى الله عز وجل تقبلهم الله في الصالحين وجعلنا على دربهم سائرين وجزاهم عننا عن الأمة خيرا أن أزالوا العار عننا جميعا أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة